في عشر الصبح في الأهلي بدي بقى دايما حرسين في بعض الأحيان نحن نختار الضيوف يعني وندور عليهم تبقى نماذج مختلفة بس نجحة جدا في المجال بتاعها معنا النهاردة نموذج نسائي متميز جدا لأن احنا بنتكلم عن أول مراقبة مباريات كرة قدم بس منين يا جماعة من الصعيد فقصة مختلفة وقصة نجاح حقيقي أنا نفسي من الناس اللي بحب قوي يعني أسمع نماذج داي كده لأن أنا من الناس اللي بحب جدا المرأة تعرف ملف المرأة يعني من الملفات اللي بتهمني جدا خلينا نرحب بكابتن رباب الهواري وهي زي بكتبول لحضراتك وأول مراقبة مباراة من الصعيد صباح الفل صباح النور من هورانا كابتن رباب أهلا بك ربنا خليك بسم الله إن شاء الله دا العملية يعني أكبر كمان من مجرد التحكيم دا تحكيم ووكالة لعبين وحدوتة كبيرة أولا عايزين نعرف منك باختصار الحدوتة دي ابتدت إمتى وإزاي وإيه أكتر حاجة شدتك لهذا العالم عالم كرة القدم تحديدا التحكيم ووكالة اللعبين طويل أنا في البداية أصلا شغالة صحفية رياضية في عدة مواقع رياضية وكده حب مجال الكورة ومجال الرياضي شغالة بقالي أكتر من ست سبع سنين في المواقع الرياضية وفي المواتشات وبرائب مواتشات وكده جي ترشيح للاتحاد الكورة إن أنا يختاروني من ضمن مجموعة فتيات للعمل كمرائبة مواقعات وكده وتم التواصل معي وانزلت مواقعات مواقعات واتنين وكده في الدورة الممتازة للقورة النسائية طويل من نسبة لوكالة اللعبين والله دي حاجة عايزة عايزة متطلبات معينة وعايزة طبيعة يعني شخصية معينة أنا طبيعة شغلي أنا ببقى لازم موجودة في المواتشات يعني أنا بتنقل من أنا بغطي مجموعة الصعيد عموما فبروح مواتشات من أسوان لغاية الفيوم مثلا بحضر مواتشات بشوف بقى اللعيبة أنا شايف أن أنا مثلا متمرسة في الموضوع ويعيني كويسة في اللعيبة بتابع ببقى شايف اللعيب ده كويس في مركزه اللعيب ده ينفع يلعب في نادي كذا شغلي في المواقع الرياضية وفي الصحافة مديني كمان يعني بالضبط كده أن أنا أتواصل مع مجالس الإدارات ومع الموديلين الفنيين بأعرض اللعيب بيبقى في موافقة عليه بقى تماميا طيب بوسي رفوح خلينا نتكلم بقى بالصورة يعني أكثر عمقا انت جاي برضو من السعيد والسعيد البعض بيعتقد أو لسه عنده الثقافة دي أن السعيد مغلق السعيد أعيز أقول لحضراتكو فيه تطوير رائع جدا دلوقتي وكمان في الفكر وفي الثقافة بشكل كبير والمرأة السعيدية حققت العديد ونجحت في مجالات كتيرة جدا ويعني عايز أقول لك بيتقال فيها أشعار أريد كده أني مش بجملك فعكس لنا المرأة دورها في السعيد وفكرة كمان أن أنت رايحة لمجال مش كامن قوي يعني مش متعرف عليه قوي عندك برضو كانت ردود الأفعال إزاي مين كان بيشجعك مين كان بيقول أو خايف عليكي مش ضدك كان خايف عليكي أخطرت مجال مش سهل وصحافة ورياضية فكان أول ناس وقف معي أهلي بأمينة بيدعموني لأ انزلي وروحي ماتشاط وشايفين حبي للكورة ولماتشاط وكده ابتديت بعدين حوار وكلت اللعيبة وبرضو نفس الكلام لقيت دعم منهم كبير جدا في الآخر باقي يعني باقي كل اللي حوالي شايفيني أن أنا نجحة في مكاني وبعمل تأخذي مساندة من الناس عندك بالضبط من كل الناس اللي حوالي بأمينة هذا بحاجة ذات ويأكد أن أنت بتقولين أن فيه تغيير مرحوظ في الصعيد الفترة الأخيرة حتى على صعيد الفكر يعني واضح من كلمك أن حتى الأهل حتى ما استغربوش مجرد أن اختيارك ده مش مش دارج قوي وخصوصا للفتيات يعني واضح أن فيه تغييرات كثيرة استجدت على الصعيد برضو فرصة نعرف يعني منك شوية ملامح يعني متعلقة بيه وخصوصا اللي هي علاقة بالرياضة بصفة خاصة والله إحنا عندنا في الصعيد الدنيا فعلا زي محددتك بتقول يعني ابتديت تتطور في المجالات وفي الكورة وفي الأندية وكده الفكر ابتدى يتحسن يعني هما شايفين أن بيطلع حكمات من عندنا طلعت حكمات تلعت لعيبة كورة في كذا فريق وكده كورة قدم وبجميع المجالات كمان وجميع جميع الألعاب فلا الفكر ابتدى يتطور بشكل كبير طيب وانت زي ممكن تقدمي برضو يعني استكمالا لنقطة كريمة زي يا رباب ممكن تقدمي دعم للفتيات في الصعيد على الناحية الرياضية يعني هما بفيه تحفيز أكتر بفيه مشاركة نسائية أكتر من الصعيد تحديدا للمرأة السعادية ازاي ممكن تعمي ده ولا لسه مشتغلتيش على الملف ده بحكم شغلك تقدري بتهايك ان شاء الله يعني أنا الفترة الجاية ان شاء الله احاول ان انا اتواصل مع الناس في اتحاد الكورة والدكتورة دينا الرفاعي وكده ونحاول نعمل حاجة في الصعيد يا انا شايفة ان في صدا كويس من اول ما انا دخلت في الموضوع وابتدى الموضوع يتعرف وسط الناس عندنا في صدا كويس جدا فيه ناس ابتدتتتواصل معي فتيات حكمات سابقات وكده لعبة كرة ابتدتواصل معي انهم عايزين يبقى لهم حاجة وكيان في المجال الرياضي يعني عموما حلو طب انا برضو عايزة افهم حاجة انت مراقبة مباريات في يعني كرة قدم رجال ولا ولا لا حاليا سيدات سيدات بس عندك تموح للرجال اه اه هي الدكتورة دينا لما توصلت معي موجودة يعني دي في العالم كله بزا بتيات وصلت معينا وقعت لنا ان لي كان مجرد فكرة وبداية كرة القدم النسائية الفترة اللي جاية هتثبتوا ونفسكوا هيبقى ليكوا دور ان شاء الله في القرى الرجال ايوا كده حلو ده نتعرفينا كده برضو بشكل مفصل على دور مراقب المباراة طبيعة شغله ايه لان طبعا المتعرف عليه اكتر هو التقم التحكيم من الحكم والذين المساعدين المعاه وحكم البار والحكم الرابع لكن مراقب المباراة ايه طبيعة شغله انا طبيعة شغلي ان انا مثلا ببقى جاية بشيك على قط اللبس في الفرقتين الطائم الطائم نفسه اللي هو بتاع الجهاز الفني واللعيبة او كده خارج الوسكور انا ببطدي اطلعهم برا الملعب يعني حدود شغلي الملعب وقط اللبس ببقى موجودة في منتصف الملعب اللي هو مثلا اي احداث شغب خلال المطش حصرت حاجات من النوع ده في مطشاتك لا انا نزلت مطشين بامانة الدنيا كانت تماما كان مطش مستقبل وطن والمعايد والياخت ومطش الاخير في الدوري كان ودي دجلة والمعايد والياخت كانت الامور تماما طب لو انت بقى انت اصلا متجاوزة ولا لا يا رواب اوكي اليوم ما هتفكري برضو هتب ايه تختاري شريك يكون على نفس الفكر الى حد كبير بيشجعك حد بيحب برضو الرياضة ولا الاختار ممكن يكون عشوائي مثلا مش هتفرق معاك لان ممكن تختاري حد يقع في نصيبك حد يدمر لكل اللي انت بنيتينه تبقى مشكلة لا ان شاء الله يعني اكيد ان انا احاول اختار حد يكون مناسب لي يعني نفس الفكرة ونفس الوضع يبقى داعم ليك كويس اوه مش شرط انه يبقى مثلا في المجال الرياضي بس يبقى بالزبط كزي ما حضرتك بتقولي داعم لي صح بس احتمالية ان يكون من مجال الرياضة وكرة القدم تحديدا بتهيقلي هي نسبتها اكبر شوية بحكم ان ده عالمك اللي انت مقبودة في ادنب الوقت بالزبط دي حيئة فعلا دي حيئة بطبيعة الحالي اوه يعني انا صحفية كورة ومرائبة مواتشاط فقوي رد يعني وفكرك لو حصل لو النصيب فعلا كان مع لاعب كورة قدم متخيل الدنيا هتبقى ماشي ما بينكم ازاي والله يعني لاعب كورة قدم اه مبقولك هي اخلب وقتها في الملاعب في الملاعب حصل فغالبا هيكون غالبا هذا الربنا يمعدك بالخير ونصيب يكون كيز في كل الاحوال واضح ان انت عموماً شخصية طموحة طموحك وصل الىERE بتفكري في إيه بتحلمي بإيه والله انا شايف ان شاء الله انا ابتديت انا لسا هو في البداية في طموحاتي ان شاء الله احب ان انا اوصل لما كان كويس في القورة النسائية في المجال الرياضي عموماً انا شايفة ان شاء الله انا احاول اوصل واوصل لما كان اكبر ان شاء الله تبصي على الحكمات والمراقبات في الدول المختلفة على مستوى العالمي شوية دائمي بقى فيه تموح أنا ببص يعني لبرا علشان أحاول أرسم لنفسي برضو سقف أو حاول أرسم لنفسي مشوار عايزة وصله هل بتتطلعي للخارج لأدئي وصله بالزبط بالنجاحات كمان في الخارج المرأة عمتا في المجال بتاعك أكيد أنا ابتديت يعني بمجرد أصلا دخولي المجال أنا بعمل نفسي فكرة لحضرتك بتقولي عليها يعني أنا ببتدأ بص للناس بره بيبقوا عاملين ازاي بيعملوا ايه هم وصلين لفين وكده عشان يبقى ده تارجت لي ان شاء الله حلو جينا بص يا عمتا يا رباب انتي والله نموذج محترم جدا وسيدة أمر بجد الله فمستقبل ان شاء الله ربنا يوفائك فيه ولو انتي حابة برضو يعني تقولي حاجة للناس قبل ما نختم مثلا رسالة توجيهها لفتيات السعيد تحديدا تيب تكلمي في ملف مهم جدا وعايز أقولك السعيد دي بتخرج يعني أبطال أنا بكلامك بجد وشوفنا ده في الفترة اللي فاتت وشوفنا ده كمان تحديدا مع الرجال أكتر بس لو انتي حابة توجيه رسالة لأهالي السعيد تحديدا لشق الرياضة لاهتمام بالرياضة النسائية فأحب أنا كويين نختم معاك بداية يعني والله أنا أتمنى أتمنى أن أنا أكون خير مثل الفترة الصعادية أن أنا أكون أهو واحدة طلعت من السعيد وعملت حاجة وهم شايفين قدامهم وكده أتمنى أن أنا مثلا يبقى فيه غيري بقى فترة جاية حد واثنين وثلاثة في المجال الرياضي وأنا شايف أصلا فيه اهتمام بالعنصر النسائي حدر اللي فاتت فأتمنى أن أنا أشوف كذا حد زي طالع من السعيد يعني دي حاجة تفرح نحن نتمنى الصراحة لأبي جد ربناي وفائك نتمنى لك كل التوفيق اللي جاي بإذن الله بشكر حضراتك ربناي خليك شكرا طيب إحنا على طلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نكمل معكم موسيقى موسيقى موسيقى